كابتال شريف مهم جدا برضو احنا طبعا تكلمنا عن توقيته عمليين نتكلم عن توقيته كل حقا خلاص بكرة هتلعب المباراة خلاص أصبح الأمر واقع هتلعب بكرة مباراة ضد منتريل المكسيكي مع كل لعبي وانا بأؤكد مرة للمرة المليون منتريل المكسيكي مع كل لعبي هو يلعب او ما يلعبهمش دي قصة مدير فني يعني لانه طبعا معظمهم لعب لغاية يوم الخميس الصبح بيلعبه والخميس الفجر يعني لكن انت عارف ما عنديش مشكلة انا شخصيا يعني ولو حتى عندي خمسة وتلاتين سنة ولا اتنين وتلاتين سنة وابألعب مع المنتخب وجيت عشان ألعب مع أولى مباراة كاس عالم حد عايز ألعب برضو هتلتشيني أبوص زيب انت بتقول كده خلينا نقول ان الفترة اللي حصلت دي والتوقيتات وكل اللعيبة الغيبة والإصابات وانا شهر دلوقتي بنحاول نستقبل البطولة دي بشكل ياليك بنا كثالت عالم في آخر مرة خلينا نتكلم ان احنا معناش اي ضغوط بكرة معناش اي ضغوط معلكش اي ضغوط خالص مواكب للاحداث اللي انت فيها انت عندك الخبرة دي ما قال ماهر والشباب واعطاكد احنا لو عملنا ميكس من الشباب والخبرة هيبقان وجود كويس جدا عندنا رامي ربيع بس مشاركت لأول مرة برضو كابتن شريف دي مش اقولك على حاجة الفرة اللي انا كنا باللعيبة هنا في البطولة بالشباب في البطولة اللي هي الاندية دي رابطة اللعيبة بتاعتنا عندهم احساس عندهم شكل عندهم الاسم نفسه الهيبة بتاعتهم وكل ناس تعمل حسابك انك انت لما بيجي لعبوك برضو مش 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 شكل الفين وتلاتاشر لا لا الدنيا متغيرة خالص معاك واذا كان المكسيك عندهم سرعة وعندهم اداء وعندهم خوة بدنية اه تجانس اليوم من دول ما عندهمش الوقت اللي احنا عدينا فيه ده كله المشاكل اللي كانت موجودة دي كلها انما انا عندي سلطة كبيرة جدا في لعيب النادي الاهلي وفي لعيب النادي الاهلي وهيبة النادي الاهلي والروح اللي ماشي لوين دول إذا كانت روحت المنتخب او روحنا احنا المتعودين عليها دايما وفي لعيب الاخر ثانية انا اعتقد ان فيه شكل بكرة وبعد المتش هنتكلم وحنقول بكرة فيه ان شاء الله يا رب شكل جميل جدا للعيب النادي الاهلي وانا من جوايا بعتقد انه فيه فوز بكرة لولاد النادي الاهلي بكرة احساس روح واحساس اداء ووثق في اللاعبين كلهم وخاصة لو اعتمد على بعض من الشباب يعني ما هو يمكن دي الروح الموجودة كنا انا كابتالي سام نتكلم في بداية الحلقة على السوشيال ميديا يعني احنا اوقات كنا بنشوف قبل مباريات خاصة بالاهلي لا في بعض التخوفات بس المرة دي مفيش اي تخوفات وتحس ان الجماهير لأ عندها ثقة مهما حصل لا برضو هيقدوا الناشئين يمكن برضو الفترة اللي فاتت تحديدا مع مسلماني اثبتوا نفسهم بشكل كبير على الارض دايما يهم نتكلم على الارض فهذه نقطة ما تحسب موضلة البيز موجود البيز بتاع النادي لاي ده ما بتغيرش خاطر الاداء بتاع اي لعيب عارف ان هو بلعب في البطولة ممكن يتولد ناس كتير جدا وحصلت وحصلت كتير قوي بس يعني كلنا العبنا كده بذلك الشكل احنا مش عايزين نتكلم ان احنا هنلاع فرقة اه فرقة شريعة اه فرقة شريعة جدا قبل ما تكمل دي لانتو تتمهم انا عايزك تشرح كويس يعني زي ما عليك بتقول لكن انا برضو في النقطة دي عايز اقول لحضرتك ان احنا برضو علشان الناس ما تقولش ان احنا لأ انت لو كان معاك العشر اتناشا اللعيب هتبقى الامور افضل بكتير من اللي احنا فيه طبعا بس احنا 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 عندنا ما نقول لك لشكل كده عايز ارفع الضغط من على اللعيبة شوية بالهدوء اللي موجود في اللعيبة نعم يعني اللعيبة عندك اللعيب المصري دايما بيبقى عنده فرديات عالية وعنده الحالة البدنية مبتوبة بتاعتك كويسة يواكبوا الاثنين ويبقى له جود في الملعب قدام انت قدرت امار عارف نروح ناحية تانية على الثمانتاشر الخصم اذا احنا نقدر نقدر نصوب نقدر نجيب الجوال ممكن انت تجيب جول ويخش فيك جول تجيب جول تاني ويخش الحكاية مش حكاية نتيجة في فاينال تسعين جهة بس الحكاية انك انت موجود على ارض ابو زبل اللي هتلاقي الجماهير كلها كمان بتأذرك بإذن الله ومصريين كلهم بيأذروك والعرب كلهم بيأذروك نقطة مهمة فدي نقطة مهمة جانب بالنسبة لي احب نكتسبها ويبقى لي شيء من الوجود في البطولة وان شاء الله انا حاسس كده باي طريقة اذا كان ضربات جزائق بقى وقت ضايع احنا هناخد المطش من اول ومن من نص ما في الاخر انا حاسس هنكتسب بكرا ان شاء الله ويمكن انا بدي انرجي للعيبة يا اخواتي وللجماهير ان احنا بكرا احنا بنلعب على مكسب مش بنلعب على تلقي هزيمة او وجود بس